هي واحدة من المستثمرات الاقتصادية بالمنطقة الصناعية وادل بردي بولاية البويرة منطقة صناعية تعرف اليوم أشغال توصيل الكهرباء لتمكين المستثمرين من تخول حيز الانتاج كان هناك امبرتوناريا يعني شاركة بين بيبليك بخيفي بين الدولة والمستثمرين الخواص وتم رصد مبلغ مالي معتبر وهو 60 مليون دينار جزائري على عاتق الدولة فيما يخص الكهرباء المنطقة الصناعية داخليا أما خارجيا وفي إطار المجهود المحلي كان هناك رصد مبلغ مالي يقدر بـ 25 مليون دينار جزائري اللي رصدوه المستثمرين في إطار تزديد الجهود بيجيبوا للكتريفكاشون من الجانب الخارجي العملية تعرف تقدما في الأشغال بنسبة 65 من المئة وعلى مساحة 193 هكتار ستضم المنطقة أكثر من 60 مشروعا عندنا عدة مركبات هنا في المنطقة حتى الآن يراهي في مرحلة الإنجاز لفوق عددها حاليا 33 مشروع في عملية الإنجاز استخدام عدد هائل من العمال وعن ملف العقاري الصناعي لاستثماري فقد تم استرجاع أكثر من 30 هكتار بولاية البويرة في الأشهر هذه الأخيرة تبكرنا من استرجاع قرابة 31 أكتار من عقار صناعي غير مستغل أو تم منحه في ظروف مشبوهة 31 أكتار تمثل 109 قطعة بينما هناك ملفات أخرى ودئت على مستوى العدالة لاسترجاع كذلك ما لا يقل عن 28 أكتار أخرى هي إذن بعض من المشآت والقرارات التي من شأنها إضفاء الديناميكية للحركة الاقتصادية بالولاية ترجمة نانسي قنقر